نظمت بلدية معلمة بالجزائر العاصمة أمس السابع من أبريل يوماً إعلامياً وتحسيسياً لفائدة نساء بلدية معلمة بحضور المناظلة في مجال حقوق المرأة السيدة سمية صالحي والسيدة هادي سكينة منتخبة على مستوى بلدية معلمة سميرة دهري حضرت ونقلت لنا هذا التقرير حقوق المرأة أفاق ورهانات هو عنوان اليوم التحسيسي الذي نظمته بلدية معلمة بالجزائر العاصمة أمس السابع من أبريل بمشاركة المناظلة في مجال حقوق المرأة السيدة سمية صالحي والسيدة هادي سكينة منتخبة على مستوى بلدية معلمة والسيدة حورية ألبصير منتخبة بالمجلس الولائي وجاء هذا اليوم بهدف إزالة الغشاء والشبهات التي تحط بقانون المرأة الجديد كما تصرح السيدة سمية صالحي هي اليوم هذا الإعلام التحسيسي ودخل في إطار برنامج واسع يشمل عدة بلديات تنتعى الجزائر العاصمة هذا اللقاء جاء بمبادرة سكينة هي منتخبة على مستوى بلدية محلمة لبادرة بتنظيم هذا اليوم التحسيسي حول حقوق المرأة وخاصة بش تكون عندنا وقفة فيما يخص القوانين لسير حياة المرأة وخاصة القانون المتعلق بمحاربة العنف ذات المرأة وأيضا قانون اللي نص على صندوق النفقة ويكون مجال نفتح فيه النقاش مع كل المواطنات اللي متواجدات على مستوى بلدية محلمة وشرحت السيدة سمية صالحي بالتفصيل المبسط أهم المحاور التي جاء بها القانون الجديد الذي شهد ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض حيث تكلمت عن عدة محاور كالتحرش في مكان العمل العنف الزوجي العنف الاقتصادي موضحة أن القانون جاء لحماية المرأة والحفاظ على كرامتها في المنزل والشارع وأماكن العمل كما أنها تناولت صندوق النفقة للمرأة الحاضنة التي ترى أنه مبادرة لحماية الطفل والمرأة في آن واحد وجاء ليعوض عجز الوالد عن تقديم النفقة لأبنائه هذا ما تشاطرها فيه الرأي السيدة هادي سكينة منتخبة على مستوى بلدية معلمة السيدة هادي سكينة منتخبة على مستوى بلدية معلمة يعني هذا القانون تعالى مرأة لديها رضجة كبيرة إعلامية وصلاة تغليط عند الأغلبية من الناس حبينا نحن بهذه المبادرة نلحق الصوت يعني ونعبره بطريقة صحيحة لهذه القانون وأضافت السيدة هادي سكينة أن بلدية معلمة تعمل على مشروع لتنمية المرأة الريفية خاصة أن معلمة بلدية مهمشة والمرأة فيها تعاني التهميش والأمية ونقص المرافق ومركز التكوين هناك مبادرة أخرى دائرنا نعمل على الإمانسيبات من الناس لدينا برنامج ستر من طرف وزارة التضامن وعني في حوائج بزاف ملاح يمسوا المرأة سيطور كحنا هنا معلمة سيطور كمينة تخزين كلافي عايشين جوالعلها مشتع العاصمة المرأة هنا ما تتصرفش بريفة طريقة كالمرأة تعالى المدينة لذلك خاصة هذا الوضع دائرنا نقص من تلك الألفاباتيسات مع الأول نقصنا نوعية نحن 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 خاصة هذا الوضع لذلك خاصة هذا الوضع لكي يمكنهم ديبلوم وشهادات تحرم الأمية لتأكدهم لتدخلوا مكان الشور وعني هناك مكتوب جزء 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 ولقد تلقت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من النساء الحاضرات اللوات استغلينا الفرصة لطرح انشغالاتهن وتجاربهن حيث صرحت إحدى المسنات شكرا بناتي على كل هذه المجهودات لقد عالينا الكثير في حياتنا في تربية الأولاد والمطبخ أما اليوم فنحن نريد أن ندرس أن تكون لنا جمعية تثقيفية مثلنا مثل البلديات الأخرى ومرافق للمرأة للتنفيس عنها والخروج من نمط الحياة الروتينية ترجمة نانسي قنقر